ايه بقى اهمية وعظمة رجال النقاش في الجزء اللي انا هتكلم فيه بقى اللي هو الدرس الكبير اوي يعني انت هتتعلم منه حكاك كتير اوي هتتعلم منه اولا انه زي بكاتب كبير وعظيم ويتبنى واحد زي كده عمره 23 سنة واعتبر انه شاب موهوب وانه يوقف جنبي وانه يعني يفتح لي افاق للعمل وانه يكتب مؤدمة رواية ليه الرواية صدرت على فكرة عملت مشاكل كبيرة رواية العراء ومع ذلك الرجل كان كريما ورائعا حتى على المصدر الشخص والانساني ازاي يبقى معلم حكيم يعني يحتوي ويقدم الناس ويحرضهم على الفن والابداع ويشجعهم ويدعمهم ويجعل لهم سبلا للنشر والرزق ايه ده ايه ده على المصدر انساني في جماله وكرمه وروعته انه يعني يعزم شباب في اول حياته وبعدهم مع الطيب صالح ومحمود درويه عادين على العشاء تلاقي نفسك جاي من قوسنا منوفية لسه سايب الجامعة بقى لك سنة ولا سنتين وبتساءل فروزا اليوسف ويمكن لسه معيونكش صحة في رغم الدور اللي انت بتعمله في المجلة وتلاقي نفسك قاعد مع الطيب صالح عادية تتناقش وبتختلف وكمان بتختلف يعني يسألة وهو يسمع كلامك رغم نقش ويناقشك ويقول لك فده جزء كبير طبعا من مما فعله والأستاذ رجال نقاش لكن اللي تعلمت منه واللي تم تأمل رغم نقاش انه لم يكن يبحث عن نقاط ضعف الكتاب ولا الأدباء ولا المؤلفين ولا الفنانين ولا كان كناقد أصي الناس فهم النقد انه انت ازاي تطلع العيوب وازاي تهون من العمل وازاي تطلع الثغرات بتاعته رجال نقاش بقى بيعلم حاجة تانية بقى ازاي تكون بتحب الكاتب بتحب الرواية بتحب القصيدة عشان تطلع أحلى ما فيها ازاي انت تبقى ناقد عشان بتبحث عن الجمال مش ناقد بتبحث عن القبح الناس بدخلوا الفيلم النقاد الفاكرين نفسهم النقاد او فاكرين من ده ناقد وان كان خلاص ما بقاش في مصر النقاد يعني بالمعنى الحقيق الكلمة في الناس عندهم طبعات لطيفة جيدة محترمة وكل حاجة او خفيفة طياري او يعني في مشكلة في مشكلة كبيرة عميقة جدا وانا يعني اكاد اقطع اقد اقطع بانه كل يعني للاسف وانا اتمنى انه يكون شي ده قطع نهائي حاسب يعني انه كل اللي بيعمل اليوتيوبر مثلا في النقد السينماء في مصر اشك انه ارى مثلا مؤلفات سامي السلموني اشك شك عميق مش باين خالص يعني مش باين تماما يعني ما احترامي لكل هذا الجهد الرائع والمبزول بجدية ولكن انا اشك انهم اروا نقد مسلا سامي السلموني لفيلم الزوجة التانية او نقد سامي السلموني فيلم الارهاب والكباب ما هما دول يا جماعة الاسادزة اللي بيعلموا اللي بيكتبوا بقى عن الروايات والحياة دي هل اروا الاستاذ رجال نقاش اللي عايز يقيم كتب ويقيم روايات ويقدم نفسه كناقد او كمراجع لازم فيه حياة فيها جماعة فيه في الاخر اصل للموضوع لازم ترى جزور لازم تتعلم الاول لازم تشوف مش ما فيش حد بيتولك كده يعني طيب هل احنا تعلمنا من رجال نقاش ليه بيعقولك ما انا جراء نقاش ان رجال نقاش بيبحث عن الجمال مش بيبحث عن الاخطاء طبعا بيقول اخطاء وبيقول انه فيه صغرات وبيقول انه فيه انما الحقيقي انه كمان حفي جدا بالموهبة فيلاقي شاعر يفرحم بيه جدا ويتباهى بيه ويقدموا للناس ويعتز بي جدا ويعملوا ويصلون صغف عشان اسمعوا فلان فلان ده رائع شوف المعنى شوف هو راجل اعج جنبه الشابة او الاديب او الاديبة في حالة حفاوة بالموهبة حب للموهبة وحب للاخرين يعني ده دكتور عالي الرعي نقد عظيم يعني كاتب كتاب جايب لك شوف اقرأ كتاب دكتور الرعي ده هو المفروض في باب المنافسة فانت تدخل تتفرج على الفيلم تحبه وتموت فيه وتعشقه وهو مش بتاعك وانت مش مصنع فيه انه مفرحان جدا فيه عمل جميل الحفاوة بالجمال انا شخصيا ببقى شديد السعادة تغمرني سعادة شديدة جدا لما بشوف لما ارى رواية لحد من ادباءنا او ليه فيلم من افلام من مخرجينا او ممثلين ببقى حفي جدا وحابب الفيلم جدا وحابب العمل جدا وحاول ان ابشر به وحاول ان ادعمه وحاول ان اعظمه وقدمه لنها ورواجه ويقول يا الله يرحمك سيد رجاء لقد علمتني هذا